السلام عليكم اهلا بكم ايزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشهدلي مرحبا بكم من جديد اليوم سوف نرى صفحة 50 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي هنا ماذا في درس تنظيم ومعارجة البيانات نتقلوا للحصة الرابعة سوف نستثمر التمريل الاول ماهو مطلب مننا في التمريل الاول يمثل الجدول التالي مبلغ ما وفرته كل طفلة خلال اسبور هذه البنات سارة وزينب ونسرين وتيليلا مالهم جمعوا الفلوس كل واحدة تتوفر عندها في الحصالة تخبر هذه الحصالة كل واحدة سارة جمعت هنا سارة جمعت هادي وهادي وهادي على مادي العدل التي تعلمناها زينب كذلك نسرين تليلا قالك اقرأ الجدول هذا الجدول التي نقرأه وادون البيانات الوالدة في المخطة وأكمل نحط البيانات الوالدة ونكمل جدول العد على متل عد خمسة وعشرة وعشرة عشر وعشرين وخمسة وعشرين اذا نبدأ والعدد بعدها صار جمعات خمسة وعشرين ما تعمل لها زينب عندها عشرة وخمسة هي خمسة عشر نسرين عندها عشرة وعشرة هي عشرونة تليلا جمعت غير عشرة درهم هادي وقع لك انت تشري حلوة بززاف من الحانوز ما جمعتش بزاف اذا شوفوا التوفير ديال الطفلات هنا من اللي كتبنا الاعداد عيباننا فين هو العامود الكبير كما كتشوفوا راكبين درنا الميستارا باش نعرفوا شكن طويل اذا شكون طويل هو هذا هو هذا حد شطل له حد خمسة وعشرين اذا شكون هادي مولات خمسة وعشرين هنا في الجدول هي صارة اذا صار اكتر واحدة جمعت الفلوس خمسة وعشرين نشوفوا اللي مورا هو هذا الزاق شكون هادي الزاق جاب عشرين جمع عشرين هنا نسرين اذا نسرين هي مولات هذا الزاق قد تكتبها هنا نقلب عليها هذا الزاق هنا تكتب اسميتها نسرين واخ نشوفوا الخضار شحاله واللي تابعها الخضار خمسة وعشرين جمعت خمسة وعشرين خمسة وعشرين اذا نكتب اسميتها زينب هنا نقلب ايضا تليلا ولكن نشوفوا ما حال هذه القصة وعرقها شوفوا عشر ديال الدرام تليلا اذا نكتب اسمتها كمنا البعيانات اللي مطلوبة منها هذا يعبر على سارة خمسة وعشرين هي اللي جمعت بزر مراهع زينب الزاق الزينب خمسة نسرين هي اللي تابعها جابت عشرين وتليلا هي اللاخرة كانت كتاكل هذه وخمسة جابت عشرين لحظت هي هذه مروا الآن التمرين الثاني ما نطلب منها توصلت زينب بالجدول التالي من طرف الأستاذ زينب وعطيها هذه الرسوم والمخططات البيانية وقال لها شوفوا ما يكون اللي فيهم ديال هذه جدول واحد واحد اللي يحط المعطيات وهذه ثلاثة خاطئة بغينا نعرفوا ما هو الصحيح واضح اذا نبدأ واحدة واحدة امشوا ال ا ومشوا الجدول ومعطينك تل الالوان ا امشوا ال اثنين وعشرين نشوفوا هنا هيا وعشرين اي هنا وزايد الى الاثنين نشوفوا اي صحيحة فاطمة خمسطاش هيا بالحمر هيا فاطمة خمسطاش صحيحة امناي سبعتاش هيا خمسطاش وجوج هي سبعتاش صحيحة اميناتا عشرة اذا اللي صحيح هو ا ا بعدها راح صحيح فهمس ا صحيح لان نرقينا المعطياتية هذه نتعكدوا من بي بيش حرق لك اينير صحيحة 22 فاطمة خمسطاش صحيحة امناي سبعتاش صحيحة اميناتا عشرة عندنا هنا وهنا ديرها اي خمسة اي خمسة اذا هذا خاطئ ما صارحش نشوفوا هذا الس 22 صحيحة فاطمة خمسطاش شوف فاطمة اللي بحمر خمسطاش انا ديرها غير عشرة خاطئ اذا ها هو خاطئ عيد فقال خاطئ حبس هنا نشوفوا هنا اينير 22 هنا دير لغير 17 خاطئ اذا كل صحيح فيهم هو هذا اللي بدينا به هو ا هو الصحيح قالك اكتبوا رمز المخطط هو هذا الرمز دياله ا نكتبه هنا اذا المخطط المناسب هو ا هو المخطط ا واضح؟ فهمتوا بالطريقة كيفية تأكدنا منهم كامل لدينا هذا هو اللي يعطينا المعطيات ديال الدول صحيحة واضح نمروا الان تمرين رقم ثلاثة شوو شو مطلب مننا فيه تابعوا جيدا تمرين رقم ثلاثة شو المطلوب قالك يمثلوا كل مخططين البيانات نفسها وهي الالوان المفضلة لدى الاطفال ثلاثة هنا شوف الفرق هنا درناهم الاعميدة درناهم بشكل افوقي وهنا الاعميدة بشكل عمودي واضح؟ وما عندنا مشكلة لانا نفس المعطيات اللي معطيها هنا راه معطيها هنا جينا الاطفال مثلا عشرة اكبر قيمة هي عشرة وصابنا على حد عشرة فهم؟ 0 4 6 8 9 10 لا يمكن أن نكملها هذه 7 5 3 1 وكما موقع نقول الأخضر عشرة الأطفال وهي نفس الشيء او عشرات هنا نريد أن نقول لكم سواء درتي هذا الرسمي بياني بشكل افوقي أو بشكل عمودي ما عندك موش غير الأساس هو أن هذا الشيء يكون نفسه ما تكون غالط هنا يكون عشرة الأطفال كيف يكون الأخضر وتقالبهم أو هنا يعطيك عشرة ملاقي مع الخضر نفس الشيء سواء العشرة كانت من هنا والعامود كان من واقف من هنا سواء العشرة كانت من هنا والعامود ما عندك مشكلة بحال بحال إذا ما نقوله نتأكدوا هذا الخضر عشرة ونفس المعطيات هذا الحمار ما حال تسعود بحال بحال هنا الزرق 6 هنا 6 هنا هنا صفر 4 هنا نفس المعطيت هنا ما هو اللون المفضل عند الأطفال إذا هؤلاء أطفال عشرة يريدون 9 يريدون يريدون الزرق وغير ربعة منهم يريدون الصفر هو اللون الأخضر ما هو اللون المفضل الأخضر عشرة الأطفال عزلون أخضر إذا اللون المفضل هو الأخضر عشرة الذي عزله عندك القاسم مثلا هذه أطفال عشرة هنا 19 19 25 25 29 طفل الذي قدرنا معهم استيجواب عشرة أخضر إذا الأخضر عند القاسم هو اللون المفضل لا يوجد أطفال عشرة عشرة أخضر 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 المفضل يعني أخضر أخضر لديه ستة زرق أخضر 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 19 19 19 ١٥٣٤ ٢٨٠١ عدد قليل الأطفال ما تقوم بها ٹ٢٠ انه يكون يدخل بها ٢٠٠ ١٩ عدد الأطفال ١٩ و هذا أكملنا 8-50 إلى اللقاء